اشتركوا في القناة رحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من السيديو اليربوك اليوم سوف نذهب في حلقتنا الى الحديث عن شتوة النصف ساعة شتت علينا نصف ساعة ولله الحمد انها مر المطر ونحن احوج ما نكون الى هذا المطر لكن عمان المحافظات غرقت ما في دوار الى غرق ما في شارع الى تدفقت في مياه ما في درج الا اصبحت حالة المياه في خطرة ومؤرقة ما في مكان شتت عليه شتوة النصف ساعة الا كشف فينا عوار ومشاكل وازمات غير مسبوقة نتحدث اليوم عن عدم قدرتنا على استيعاب المياه نتحدث عن ازمة في قدرة البنية التحتية على ان تتعامل مع هذه الشتوة النصف ساعة ممكن تتكرر النصف ساعة؟ هذا سؤال ما بالك اذا اجت ثلج كبير اذا جاءت اليكسا لذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا الموضوع رافض الاداء الرسمي اي بمعنى الاداء البلدي لكن اليوم بدنا نحاول ندخل في حوار حول هذا الموضوع الحلقة تفاعلية وبدنا نسمع صوتكم من هذه اللحظة العنوان شتوة نصف ساعة يا جماعة الخير عمان والمحافظات غرقت شو بتعلق؟ وهي الارقام اسفل الشاشة حاب من هذه اللحظة نسمع صوتكم رح نسمع صوت المسؤولين حقهم انهم يدافع عن انفسهم حق الرئيس البلدين اللي له سنة فقط انه يدافع عن نفسه حقه يتحدث عن مرحلة ما قبل الانتخابات لما كانت فيه هناك اللجان المعينة قامت بدورها ولا ما قامت حقه يحكي عن الميزانية والموازنة وظروفها حقه يحكي عن المدونية حقه ايضا يحكي عن قصة التراهل اللي اصاب بنيتنا التحتية بنيتنا التحتية اللي كنا نفاخر الناس فيها في السبعينات والثمانينات كنا اذا رحنا على دولة من الدول العربية الشقيقة يكون اهم شيء عندهم الحديث عن بنيتنا التحتية بنيتنا التحتية تتهالك تتعرض الى مأساة كبيرة ومع ذلك لا يوجد هناك من ربما يقرع الجرس او يدق على الخزان ويقول انه في مشكلة في بنيتنا التحتية ايضا الحديث عن هذه الازمة ازمة النص ساعة اللي مرت على الاردن شتوه ولله الحمد احنا نتمنىهم نشتهيها احنا ثالث افقر دولة في العالم في المياه ويكون منكون سعيدين جدا اذا شفنا السدود انتلت وانا زمان بذكر جدي الله يرحمه بالثمانينات لما كانت الدنيا جيب زعوق ومطر كان يفرح كان يعتقد انه هذا المطر رح يكون خير وا وا اليوم الاردنيين بتطلعوا للمطر بقلق لماذا؟ من الذي اوصلنا الى هذه المرحلة والى هذه اللحظة؟ خلينا نسمع صوتكو في قصة شتوة النصف ساعة اسف عمان والمحافظات تغرق لماذا تغرق؟ ماذا تعلق؟ خلينا نفكر بيه ايضا برأس مش حامية خلينا نفكر برأس باردة وخلينا نتناقش وندخل في حوار حول هذا الموضوع فوجينا ان انفاق انفاق يعني الاصل انها هندست بطريقة صحيحة وبطريقة هندسية يعني مريحة تغرق ايضا فوجينا اننا نلدغ من الجحر مرتين العام الماضي اجت الاكسا وكان ما كان وقالوا انه السنة احنا رح يكون في استعدادات كبيرة وانه احنا جاهزين والامور تمام التمام وانها لن تتكرر تجربة لكنها تكررت ايضا من المسؤول؟ لن ندين احد لكننا ندين الجميع معنا الان على الهاتف المهندس ياسر العطيات نائب مدير المدينة للاشغال العامة في امانة عمان مساء الخير مهندس ياسر مساء الخيرات حبيبي مساء الخير لأخوة المستمعين انا مسامع المهندس ياسر بشكل واضح سامعني اه الان سامعك مساء الخير مهندس ياسر مساء الخيرات ومساء الخير لأخوة المستمعين جميعا يعني باعتقادي انه الناس في الشتوى الاخيرة شتوى النصف ساعة كما يسميها البعض كان اداء الشوارع في عمان اداء البنية التحتية باعتقادي انه عليه ملاحظات كثيرة لو طلبنا منك تفسرنا الناس بتتسمع من الامان الان لماذا ما الذي جرى انتحدثتم عن استعدادات لكن ما الذي جرى في هذه اللحظة لماذا كثير من شوارع عمان غريقت مهندس ياسر تفضل اولا اخل الكريم بدي بس اعطيك فكرة احنا فعلا عنا استعدادات وعنا استعدادات كمان كاملة في امانة عمان خصوص جهاز الطوارع الموجود عندنا كمان جهاز الطوارع بتشكل من طوارع هندسية ومناطق امانة عمان نعم عادة احنا بنقوم بتنظيف جميع مجال الوديان والعبارات والمناعل اللي داخل امانة عمان الكبرى وهذا برنامج سنوي ومنأكد عليه كل سنة بتبدأ هاي العملية بشهر 8 وشهر 9 بالاضافة الانصاف اللي تعمل بالمضخات بصير ثيانة دورية للمضخات وتم التشييك عليها والحمد لله عمل ثيانة كاملة الانصاف اللي بتعمل بالجرافيتي بالانسيابية يكون تشيك على خطوط خطوط تسريف مياه الانطار عنا كمان حتى اضيف كمان معلومة احنا سنويا الان عم نصرف حوالي 6 ملايين دينا على خطوط تسريف مياه الانطار والعبارات الصندوقية والانبوبية انا عدتك كذا مرة خلال هاليومين هذول نقول ان احنا كنا نواجه خلال السنوات المواضية ممكن سمعتوا او تعرفوا اكيد كاعلانيين سيل حنوطية وادي الطي ووسط البلد الى اخره تم انشاء عبارات هناك يعني متابعة العملية متابعة وفعلا تم انشاء العبارات هناك الحمد لله ومستمرين الان ممكن بأي لحظة يعني انتم تعتبروا في هذه المطرة يعني نجحت الاماني لو بدك تقعدوا مع بعض وقيمتوا انفسكم نجحت الاماني احنا قعدنا اليوم قعدنا اجتمام شو كان التقييم مهندس ياسر قعدنا معايا الامين عمان طلبنا اجتماع طارق للمراجعة كان اجتماعنا السياح 11 الصبح المانيين كان هناك مراجعة شاملة لماذا حصل هذا الموضوع طبعا اول اشي احنا نقول هاي امطار خير ما منعزن نقول والله لانها هي فعلا امطار غزيرة والامطار الغزيرة لما تدخل على اي عالم ما بحكى على عصار حتى بس امطار غزيرة وتفوق قدرة استيعاب الخطوط الا تتجمع المياه وتطفو لكن بعد ما تهدن امور الامطار فورا الاخطوط التي تأخذها تتفع وفورا بتروح اللي حصل عندنا الثلاث انصاق والاربع انصاق اللي اللي تعرضت للمشكلة زي الكيلو والسابع والخامس والصناعة والتجارة في اختلاف خرمية من اتحان الوصار الكيلو والحرمين نسميه إحنا تجمع أوصاف هائلة يعني بيّن على وجه الماء كمان طبعا العمال الانضاعف الموجودين العمال الوطن نظفت لقريلات خلال عشر دقائق وش الماء اختفت تجمعت طيب مهندس سياسة ليش الأوساخ هذه تجمعت ليش ما كنا مستعدين إنها ما تكونش موجودة هذا السؤال أنا أريد أجاوبك السطوات السابقة كمان نفس العملية الحمد لله نجحنا وكانت العملية سهلة جدا ما كان في تجمع مئة أنطار لكن المرة هاي زارة الأنطار أدت إلى تجميع هذه الأوساخ من الشوارع مخلفات مواد البناء إلى آخره جمعت كلها لأنها كانت كتيفة يعني طوية فجمعتها على الأنطار هاي المذكورة الخامس انقطت عنه الكهرباء يعني الكهرباء أوردي سورس كان مكتوع السابع الخط نفسه طبعا نحنا نضحنا القريلات يعني بعدين في الصاف الموضوع نعم 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 يعني شبه مغلق لما جبنا تجد وضربنا الخط طبعنا منه يعني شي نعم يعني هي بالأخير يعني الأصل أن نستعد لها طيب مهندس ياسر شو بتعلق على اليوم تصريح معالي عقل بلتاجي حينما قال قد تتكرر المشكلة نحتاج إلى مليار دينار ماذا قصد بذلك هل قصد أنه في عنا مشكلة في البنية التحتية نحتاج إلى المزيد من دعنا نسميها المزيد من الخطوط عادة تأهيلها فهمنا شو قصت المليار دولار يعني أنا أريد أحكي بشغلي صراحة وكل شفافية تفضل نعم بدنا الصراحة والشفافية نعم إحنا أصلا موجودين في مواقعنا هون لخدمة بلدنا وهي مش مزاودة موجودين في المواقع هاي إما مننجح وإما منفشل ومنروح نعم أنا ما بعرف اللي قصد لكن أنا بحكيه لك واقع الحالي إحنا عايشينه ورجاعا ما تفهمه تفسيري أنه هو أعذار نعم عما تعرضت لهجرات كثيرة زاد أذن سكاسيها فجائي فارسيها مش توسع أمراني مخطط له لا بصراحة أصبحت هناك أشوائية في البنى لما بحكي الحكي هذا أنا ويضعف عدد العمارات أو عدد المسطحات الخرسانية أشرت أضعاف لخمستعشر طعف خلال الأشر سنوات السابقة هذا بيعني شغلتين أول إشي الأراضي اللي كانت تستوعب هاي الأنطار راحت صار بدالها مكانها المسطحات الخرسانية تصفت عليها المياه الأنطار تنزل بالمزاريب المزاريب إما للأسف الشديد كمان مرة التصرفات اللا مسؤولة من بعض أخواننا المواطنين أو المقاولين أو أصحاب الإسكانات بوصلوا لخطوط هاي إما على الصرف الصحي أو على الشوارع بتصيب ملاحل الصرف الصحي ليه مش مسؤوليتنا لكن إحنا يعني المسؤوليتنا شاركية بالنهاية بتصير تتفاقم المشكلة بتصير مشكلة كيف يعني هناك مسؤولية على وزارة المياه أيضا الجميع مشترك حتى الأرصاب الجوية كمان لو قريت نصفة الأرصاب الجوية اليوم شو بدون ماذا تفعل؟ أمطار خفيفة متفرقة غيوم متفرقة لكن إحنا يعني خلص بداية الشتاء ما تبرين حالنا إنه إحنا في حال الطوارئ إحنا حالات الطوارئ عندنا نقسم إلا خفيفة متوسطة وقسوة أعلننا المتوسطة يعني حسبنا حساب لأنه شتت قبل أسبوعين وكانت غزيرة كمان فأحططنا للموضوع نعم طيب المرة هاي طبع يعني مهندسي سياسي الأنفذي سألأك سؤال لو تكررت ذات الشتوى وبحجم يعني يشابهها وأكثر منها هل سنتعرض لذاتي الأزمات وتدفق المياه والسيول هذه أم لا المرة الجاي القادمة رح تكون الاستعادات مختلفة عسى كمان مرة بحكي دائما دائما اللي بقول لك أنا ختمت العلم وأنا عندي والله كل التجهيزات واوي الاخري إحنا كمان كل تجربة من خوضها نتعلم منها تكثيف الجهود لابد منه واخدنا تعليمات اليوم بتعليمات قاسية كمان طبعا بالمحاسب حتى حتى إحنا بما نتحاسب ونحاسب بما معناه هذا لا يعني التقصير لا أنا ما بحيث تكثير هل حاسبتم أحد اليوم هل حملتم المسؤولية لأحد بينكم من بعض بما نسمي لا بصراحة إحنا كلنا نشتغلنا يد واحدة فريق واحد في الأمانة تعاونة المناطق معنا إحنا عنا شرق الأمانة والدواء الهندسية بالكامل هل شكركم الأمين أم لا معكم اليوم بصراحة لا طلب مننا لتكثيف الجهود وطلب مننا المعلومات وبكل شفافية وماذا حصل طبعا أول نداء صدر مبارح أو أم كان من طرفه نعم كان الساعة 11 الصبح بيعلن فيها أنه ما بدي أسمع تقوله أنه عندي آلية خربانة أو كذا استأجروا هذا على الجهاز وبعرفت إذا عندك ناس في الأمانة بيقولوا لك الخبر نعم فكان أول توجيه إله ما بدي أسمع كلمة آلية معطلة بدي حتى الوطريات تستأجروا استأجروا إذن التعليمات واضحة ما تبقناشي عذار هذا الهدف مهندس ياسر قراءة التواصل الاجتماعي والناس والأردنيين كم كانوا غضانين على أداء الأمانة طبعا إحنا والله ما فيه الوقت الكثير اللي نستمع فيه لأنه إحنا فيه يعني أنا الآن بحكي معك بالسيارة والله العظيم بالسيارة نعم أو بقاعد باخد جولة طيب يعني حالة الطوالة عندنا مستمرة بنطلع عملنا جرد كمان مرة على فكرة أنا كمان بجأتكو الشغلة حتى الأمطار السابقة بنشوف وين صاصي تجمعات مياه أمطار ومنعمل عليها التزويد إما الخطوط أو المناحل يعني قرلات تصريمها الأمطار أو حتى إيجاد حل لو ما فيه حل موجود هناك أصلا ومنزوده بتزويد تعزيز يعني خطوط تصريم أو القرلات أو إنشاء خط جديد لو بتلاحظوا الفرق بين السنة هاي والسنة الماضية كثير من المواقع الحمد لله تم إنجانها طيب أنا بتسألك سؤال آخر مهندس ياسر مهندس ياسر سؤال آخر يعني هل ممكن أن نصل في عمان إلى مرحلة تشتهي الشتو وأقوى منها وما تشوف هذه المظاهر أبداً المي تنزل على الأرض ويتم استيعابها وتذهب إلى السدود هل يحتاج الأمر إلى مليار دينار كما أشار الأمين أم أن المسألة بحاجة إلى تنظيم أكثر واستعداد مختلف لا حسا أنت خلينا كمان نحن نحكي من وجهة نظر هندسية تفضل اللي تفضل فيه الأمين طبعاً هو ما بحكي فيه من إجعباله أو عمزاجيه وتفضل فيها هناك مرجعية هندسية له كمان هناك فيه دوائر هندسية متخصصة تستشار لذلك الأمان انبنت سابقاً على بنية تحتية قديمة فبالتالي وأنا حكيت عن التوسع الأمرانية حكيت عن عدد زياد السكان بالإضافة نحن نحكي عن كثافة خطول الأمطار الأمطار عادية ما فيش مشكلة زادت نسبة هطول الأمطار في أي مدينة في العالم لا بد إلا ترتفع منسوب المياه لكن دورنا وين بيجي الاحتياط ناخد احتياطات اللازمة زائد إحنا لازم نكون على متابعة مستمرة لخطوط تصريف المياه الأمطار بشان لا تغلق وحتى لو أغلقت نص ساعة فوراً يجب حلها هذا اللي احنا عم نتابع عليه بالإضافة زي ما حكيت لك متابعة وين في أماكن كانت تجمع فيها الأمطار نحن عمنا عطاءات نسموها عطاءات المداهمات يعني الكيربستون أو الحجر الكندري عمالي ننشعه كما على أطراف مثلاً بعض الأوديل بعض الجبال اللي فيها أو المستفعات البسيطة اللي ممكن يستطرق منها التربة لكن تقدرش تلحق على كل عمان فيها السنة أو سنتين أو ثلاثة نحن يعني فعلاً إذا بدك تبني عبارات داخل عمان كلها أكيد بدك أنت المبالغ نحن بدك المبالغ الكبير طيب مهندس ياسر أنا بدي أشكرك وأنا يعني بأكد على شكر كل من قام بعمله في هذا الأمر وإنت طرحت وجهة نظرك ويعني يبقى الجمهور هو الحكم فيه في هذه الأمر وبتمنى إنه ما تتكرش الأزمة مرة أخرى المهندس ياسر العطيات نائب مدير المدينة الأشغال العامة في أمانة عمان شكراً لك شكراً لك مرة أخرى إذن يعني سمعتم المسؤول في الأمانة قطر المطر أتى بالخير وازدانت كل الأرجاء قد أهدى الفرحة للبشر يساعدها في كل مساء قطر المطر أتى بالخير وازدانت كل الأرجاء قد أهدى الفرحة للبشر يساعدها في كل مكان قطرات الأمطار تجود تتهدى في كل وجود تسقي أشجاراً وورود وتروي أرضاً قحطاً قطرات الأمطار تجود تتهدى في كل وجود تسقي أشجاراً وورود وتروي أرضاً قحطاً ما أروع لحنا الأمطار أجمل من عزف الأوتار تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء ما أروع لحنا الأمطار أجمل من عزف الأوتار تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء قطر المطر يتا بالخير وزدانت كل الأرجاء قد أهدى الفرحة للبشر يساعدها في كل مساء لا 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 .. انظر للثلج الهضطال فوق سهول فوق تلال انظر يا فرح الأطفال تنشد ألحانا وغناء انظر للثلج الهضطال فوق سهول فوق تلال إذن مشاهدينا بتعنا بالمهندس جاسر العطيات المسؤول في الأمانة وحاولنا أن نسمع حجة أمانة عمان حول هذا الموضوع لكم التقييم في النهاية لكن أود أن أنبه إلى أننا اليوم نتحدث عن شتوة نصف شاعة غرقت فيها ليست عمان فقط بل المحافظات أيضا ونريد أن نسمع منكم أيضا آراءكم حول ذلك نريد أن نتحدث بموضوعية وبمصداقية وبوطنية حول ملف الخطير والدقيق أرقام التواصل بإمكانك تشوفها على الشاشة في أسفلها لكن بدأ أكد أن أمانة عمان ميزانيتها للعام القادم 466 مليون بتعرفوا أن أمانة عمان بتأخذ مخالفات سير 30 مليون وين بتحطها على الرصيف ولا مش على الرصيف منشوف بنيا تحينية أو منشوفش قبل ذلك الآن معنا على الهاتف المهندس حسين المومني مدير المركز الوطني للتنبؤات الجوية مساء الخير مهندس حسين مساء الخير أخي عمر ومساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين بس الصوت ضعيف جدا أخي عمر قولنا الصوت للمهندس حسين قولنا الصوت مهندس حسين سامعني أحسن الآن يعني اتفضل نحن سامعينك كويس إن شاء الله إنك تسمعنا أولا يعني دسألك سؤال هل ممكن شتوة النصف ساعة اللي شفناها يتتكرر في الشتاء بمعنى حجم الأمطار يعني وكثافتها في خلال فترة زمنية ضيقة ممكن يتكرر ولا فقط يكون فيه تشرين الثاني يعني ما نشوفش هذا الأمر في الكوانين وفي الأيام القادمة يعني كثير يعني أخي عمر مدام هذا من رب العالمين كل شيء وارد الحمد لله مدام من رب العالمين ليس يعني ليس فيه تحكم يعني خلنا نحن مؤمنين بالله يعني فأمر طبيعي إنه يتكرر وعادي لكن حقيقة يعني هو اللي حدث يومي أمس إنه كانت الأمطار في لحظات غزيرة ولفترة قصيرة صحيح يعني الأرض لم تستطيع استيعاب هاي الأمطار أيضا أيضا ممكن المناهل للعبارات لم تستطيع استيعاب الأمطار التي هطرت بفترة بسيطة جدا أثنين يعني أنا أحترم رأي جميع إخواننا إن كانوا بالأمانة وحتى المواطنين لكن والله يا أخ عمر اللي بتابع النشرات اللي صادر عن دائرة الأرصاد الجوية منذ أنه بدأت كاذي الكتلة الهوائية الرطبة والمصاحب لهذا المنقبض الجوية ونحن نحذر من تشكر السيون مهندس إحسين مهندس إحسين بدك تقع عليك معلش قبل شوي كان معنا المهندس ياسر العطيات نائب مدير المدينة الأشغال العامة قال أنه الأرصاد الجوية قالت أمطار خفيفة في ذلك اليوم هل هذا صحيح؟ يعني أنا أحترم الأخ ياسر وأحترم جميع الإخوة اللي بتقدو الأرصاد الجوية إحنا لم نضع بنشفاتنا أمطار خفيفة نهاية إنما هي زخات من المطر مصحوبة بالرعد نعم وكلمة زخات مصحوبة بالرعد معروفة دائما بكثافتها صحيحني نعم زخات مصحوبة بالرعد معنا ذلك أنه ممكن يكون هناك مطر غزير هذا هو المقصود مهندس حزين فيه تنسيق بينك وبين هذه الجهات أحيانا يعني في الفترة الأخيرة إذا بتذكر مجلس الدفاع المدني لما انعقد وقاد الجلسة اللي هو الدكتور عبدالله نسور كنتم أنتم موجودين هاي التنسيق أو التناغم أحيانا بيكون عن طريق زي أنا زي المواطن بسمع من بعيد ولا فيه اتصالات بينكم بين البلديات والأمانة والدفاع المدني يعني فيه حالة تشبيك بين المؤسسات هذه أحنا أخي عمر غرفة العمليات اللي بالمركز الوطني نعم هي تعمل على مدار الساعة وأيضا هناك ارتباط مع جميع غرف العمليات في المملكة زائد بأنه جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية تصلم نشرتنا يوميا يعني فيه تنسيق تنسيق وثيقها على مستوى عالي نعم يعني أنت مهدس حسين راضي عن أداء دارة الأرصاد في قصة أزمة النصف ساعة الأخيرة اللي كانت شتوية راضي عن الأرصاد الجوية قدمت المناسب والممكن والمتاح وكان بالإمكان أن يستعد بناء عليها نعم أخي عمر يعني الأرصاد الجوية هي تطلق نشرات جوية لكن الباقي يبقى إلى الميدان الميدان هناك يعني هناك أخواننا بالميدان ما أتوقع أنه أتوقع أنه كانوا على أهوبة الاستعداد أتوقع أنه قاموا بكل ما يمكن لكن نحن في دائرة الأرصاد الجوية كما تعلم يعني هي نشرة جوية وتحذيرية يوصلها إلى جميع أمراف العملية في المملكة جميل فالأداء يعني أنتم راضين عنه طيب مهندس حسين سؤال آخر في شيء فوق الطاولة وتحت الطاولة يعني مثلا في منخفض جوي في ثلج بتحكوا للمواطنين أنه في ثلوج لكن إذا كان قاسي بتكونش تخوفين المواطنين بتبلغوا الجهات المعنية بأنه الوضعي ربما يكون يعني شديد اللهجة يعني فيه شيء تحتطى أخي عمر حقيقة أنه إحنا في دائرة الأرصاد الجوية نعمل بكل شفافية نعم بكل شفافية ولا نحجب أي معلومة نهائيا يعني حتى المتنبي الجوي اللي بيكون مناعب معه الصلاحيات كاملة أنه يعطي عن الأجواء حتى لو كانت قاسية نعم يعني لا يعني لا يحجب معلومة عن المواطن هذا هو يعني هذا هو هدفنا هدفنا أنه دائما وأبدا نوصل المعلومة إلى المواطن ونحافظ على المبتلكات ونحافظ على المواطن فلا نحجب المعلومة لأنه هذا مهم جدا أنه المعلومة تصل إلى إلى جميع المواطنين حتى يعني يخذوا حذر مثلا مثلا بهذا بهذا المنخفض الجوي نعم والكتل الهوائي لأنه كنا عارفين أنه هاي الكتل الهوائي رطبة وممكن أنه في بعض الأحيان تكون أمطار غزيرة في بعض الأحيان كنا نحذر منذ خمسة أيام أو ستة أيام بأنه راح يكون هناك تشك كل الشيول في المناطق المنخفضة وأيضا على الضفاف الأودي وكنا نحذر الأخوة المواطنين نعم يعني تحذيراتها أنا بشهد أنا بشهد اتصلت فيك وحذرت من تشكل السيول في المناطق المنخفضة أنا أبدأ أشكرك المهندسي حسين المومني مدير المركز الوطني للتنبؤة الجوي شكرا لك ومسيك بالخير أنت وجميع العاملين في المركز وإذن كما أشرت أنه إحنا اليوم يعني حابين نسمع أيضا صوت المواطنين تعقيباتهم وتعليقاتهم بموضوعية وعلمية حول هذا المنخفض العنوان اللي إحنا رحنا أنه اليوم أنه شتوة نصف ساعة غرقت فيها عمان والمحافظات ماذا تعلق وبدأت الاتصالات تأتي إلينا معنا الأخ أمجد الخلائل يتفضل أمجد وعليكم السلام ورحمة الله هل أخو يا أمجد الآن مدينة العقبة محافظة العقبة يا مرحب هل أخو يا أمجد وعلي سحتين المؤمني الأرشاد الجوية صادق في كل كلمة حكاها نعم قالوا يومة الاثنين على ثلاث أنطار غزيرة ستكون أنطار غزيرة في وسط المملكة وجنوب المملكة وحذروا وأدى الدفاع المدني حكا أنا خائف على الجنوب من المديان ولكن معالي الأخ الأستاذ ياسر العطيان ما احترامه أنا منظمة حقوق إنسان أنا ما أقول كلامه خير صحيح لأنه يقول أنطار خفيفة قضل أنطار خفيفة وين جهزيتك هذا إهمال والإهمال يوجب المسؤولية أين كلمة الإهمال يوجب المسؤولية بالنظام القانون والدستوه العطني ما معنى الإهمال يوجب المسؤولية يجب أن يحاسب هؤلاء كل أمان يعني يعني بتدفع منك أخونا أمجد أخونا أمجد نحن بالجنوب أخذنا احتياطاتنا فكيف أمان هذا إهمال واضح إذن أخونا أمجد بيقول إهمال يتوجب المسؤولية والمساءلة إذن يرى أنه إهمال من الأجهزة يعني وبدنا مرة أخرى أشكرك أخونا أمجد بس الأستاذ معالي عقل بالتادي طرع على التلفزيون قال أنا أثنين مسؤولين عني واحد الله يساهل عليه عن جلالة الملك حسين الله يرحمه والثاني جلالة الملك عبد الله يطول عمره هؤلاء هم المسؤولين عن مجازات ومحاكمته أخونا بدناشر الروح أبعد شكرا أخونا أمجد شكرا 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 أخونا أمجد إحنا ما بنا نروح أبعد من المتاح في الموضوع يعني إحنا ما نعرفش إذا حكى على التلفزيون أو ما حكاش لكن بدنا نناقش بموضوعية الآن هناك مسؤولية هناك خطأ هناك خلل من يحاسب أمين عمان من يحاسبه من هي الجهد التي تحاسبه للمعلومات كل البلديات بالانتخاب إلا أمانة عمان تأتي بالتعيين هذا هو السؤال ما هي آليات المحاسبة حينما يحدث التقصير بهذا الشكل هناك أيضا علامات استفهام وتعجب حول هذه القضية أنا بتمنى أنه نناقش أيضا بطريقة أنه هذه البلديات مش بس بلدية مع أمانة عمان لغرقة يا جماعة الخير هناك في إربد إربد كانت هناك عبارة عن تحولت إلى فينيسيا إلى البندقية والرئيس البلدية تحدث وبتمنى إذا كان معنا اليوم إن شاء الله منحاول يكون معنا المهندس حسين بنيهاني قال أن البلدية تحتاج إلى عميقا وأكثر وأعمق بعيدا عن يعني الدخول في هذه القضايا معنا الأخ ماجد بني حسن ألو تفضل أخوي ماجد تفضل مساء الخير أستاذ عمر ومساء الخير السمعين الكرام يمسيك منوار النبي يا مرحبا أهلين فيه أستاذ عمر ما عليش بدي تنطيني وقتي يا أخي أنا بدي أشرب على البني بتحفيه خامله يوم أن تقول لي دي 22 مليار دينار على الأورفن بالدينار ومينها إذبت بالأردن إذا بدك تشتغل حرامي استلم رئيس وزراء ولا وزير ولا نائف ولا مرضى بجوال الملك ولا بغمال اجتماعي فأنا هذه سوخة مستغيث إلى حضرة صاحب جلال ملك حبد الله إنسان المعظم إنه مثل ما حكيت عراسي الملد اليوم وعلى قناة الحقيقة الدولية وعلى قناة بالإستان يا أما بستوردنا مسؤولين من برة يا أما بحطونا جبسة حمال الإستان أشكرك ماجد أشكرك ماجد شكرا لك وضحت الفكرة أخوي ماجد لا إحنا عندنا مسؤولين ومننتج مسؤولين لكن في آليات لإنتاج النخب مضروبة ولذلك أنا مرة أخرى ما بنطالب ولا بناشد أن نجيب مسؤولين من برة لا هناك مسؤولين لكن آلية أحيان إنتاجهم وفي مسؤولية أعمق من ذلك رح نروح للآن الأخ عطل عيسى من المفرق تفضل أخوي عطل أخونا عطل تفضل سيد العزيز أنا هو موضوع واضح تفضل أخونا هو تقصير وبنية تحتية متهالكة حلو وعدم محاسبة هذولك ثلاث شغلات المهمات في هالموضوع نعم وبعدين بتقول لك شغل أنت لا بدي سفرت برة بتلاقي حتى الشوارع بالدول الخارجي بتلاقي شارع خدمات مصارف للشوارع يعني رح نبلاح كلها مكسرة صحيح صحيح شكرا أخوي عطل شكرا إليك أخونا عطل عيسى من المفرق بتحدث أنه في مشكلة في تهالك البنية التحتية لماذا لا يعاد إنتاجها لماذا لماذا منذ عشرين سنة وإحنا من الداين ومن اقترض والمديوني ارتفعت من ستة مليار لاثنين وعشرين مليار بدون ما نسوي إشي للبنية التحتية وفي أثناء ذلك قمنا ببيع أصول محلية فوسفات وبوتاس ومي وكهرباء كل البنية التحتية بعناها ليش ما عادنا إنتاجها كانوا يقولوا راح تصير أحسن راح تصير أفضل راح تصير مودرن لماذا لم تصبح هذا هو السؤال الذي ربما يعني يذهب أبعد من رئيس البلدية نحن رؤساء البلدين وطالب بمحاسبتهم وهن يكون هناك آليات المنتخبين أنتم بتحاسبهم والمش منتخبين بدنا آليات لمحاسبتهم لكن لما كانت البلديات قبل يعني قبل الانتخابات بأيدي دعني نسميها لجان تعين ترهلت قبل ذلك انتخابات انتخابات مزورة كانت قبل ذلك البلديات أيضا يعني هناك خلطة معقدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي هي المسؤولة عن كل ذلك وأيضا الشخص اليوم أنا ما بدافع عنهم ولن ندافع عنهم لكن وأنا مع المسائلة إذا تحملت مسئولية وأصبحت في موقع المسئول يجب أن يكون هناك محاسبة ومسائلة هذه مسألة محسومة لأن هذه مسألة طبيعية قانونية هي في طبيعة إنتاج القوانين في عنا شيء استطاع نعم خلينا نستطع أراء المواطنين أيضا ميدانيا سيد العزيز مبارح اللي صار طبعا إشي بنوصفش عرفت كيف أنا جاي من داري من الجبل الأخضر لدوار الداخلية ثلاث ساعات ونص بصل فيهن العقبة مش بصل فيهن عدوار الداخلية عرفت كيف توقض عادة من عشر دقائق من 12 دقيقة لثلاث ساعة بالأزمات عرفت كيف اللي صار مبارح سيد العزيز يعني إحنا منحمل مسئوليته لبلتاجي شخصيا عرفت كيف وما في استعدادات تامة صارت قبل الشتوية أي منطقة حتى مستوى البلديات والقرى بيستعدوا قبل موعد الشتاء ما ييجي عرفت كيف ولا في من هذا الحكي حكي لو شفت مبارح النفق طبعا الشميساني كيف غرقان بالمي والسيارات واصلة لوادي عبدون عرفت كيف تعرف أنه ما في استعدادات وتشوف الدوار السابع والدوار الخامس نفسه إشي مبارح أنا ما كنت هناك بس أخوي معاه تاكسي وحكالي أنا شفت بدل نفق الشميساني سيد العزيز سنوجه رسالة لبلتاجه لأي أمين لأي مسؤول بهالبلد إذا بده يستلم منصب زي هيك يشتغل بذنه وضمير عرفت كيف ويسيبه من الرزق العالم ويلتفت للرزق البلد لشغل البلد عرفت كيف هما يعني هسا كل شغلتهم أنه بيحاربوا بقاعدين بسايق بلقمته بلقمة عيشه بس مدشرين أمور المياه والبنية التحتية والتصريف صاروا خطة عمليات بقول لك كل شيء لأمور تمام ومزييق وبس اتفاجأنا احنا وإن الأنفاق مسكري وصارت أزمة بالبلد من وراء سبب الأمطار يعني لسه بعد أن احنا بداية الشتوية السلافة تينا ولا غمسنا المسؤول على الشغل أكيد أمان تعمان لازم تكون استعدادها تام لفتح العبرات وشيل المي ودائما تكون مع المواقف اللي زي هيك عشان تمشي أمور السير والسيارات والبلد وهي شو بيجيبوا الغنيان ما بيجي ما بيشوف شو الفقير بسار بسار معاه احنا بالله يتفطيني نص متر واحد بتغراجلين وما أحد فيهم ساهل يا سلام خليها على الله طوفان طوف الله طوفان عند المحافظ عزوية المحافظ السيارات نص طفن في سيارة ها طب هذي ما هي انتو ضررتك سواقي بقول لك هذي هذي طول عمرها المنطقة واطق زاوية المحافظ لو حتطل عليها خافت لا على درج طب هذي حطولهم فيها قلب زفتي وسووها يعني مع الأسف الشديد المياه كانت قوية جدا ومعض في سيارة تغرقت اثنين المجاري كلياتها مسكرة ولا في منه الفاتح ولا في تصريف مياه مع الأسف الشديد هذا الشيء لعدم أخذ الزبالين كاعدين بيرموا في المجاري والمفروض أنهم يصلحوا المجاري المناهل الله يعطيهم العافية على كل شيء بس أنه يكون في عندهم حيطة وحذر أكثر منها يعني بارح وسط عمان كان فيضانات المي دخلت على وسط المحلات فكان وضع صعب يعني كنا نحمل المكانس ونفتح المناهل نحمل المناهل عكس اتجاه المي احنا كمواطنين نعم استمرت تكريبا أكثر من نص ساعة الناس غركت يعني كان الوضع صعب فنحن نتمنى من أمين عمان من المسؤولين من المهندسين المفروض يعني يكون الوضع أفضل من هيك يعني هذا جديد يعني نشتغلوه هذا الصيف في وسط العاصمة المفروض أنه شهر جديد يعني؟ عملوا تحويلات جديدة وعملوا أرصف جديدة لها السنة تقريبا المفروض أنه المناهل هاي عملوها البنية تحتها هاي المفروض تكون أفضل من هاي الهندس ومن هذا العمل أعتقد أنه أمانة عمان يعني إلها دور كبير المفروض بالصيف صبط الوضع وهيك يعني والجهات المسؤولة عن هذه الشغلات بس إن شاء الله أنه الشيطة الجاي يكون جاهزين مش زي مصار هاي المرة والمرة القبليها أول شيء مبارح المطر اللي صار يعني فوق طاقة يمكن الأمانة بس لازم يأخذ واحد احتياطات قبل هذا الأمر يعني يكون متوقع قبل ما يحدث ويعملون أنه حتياطات يحذرون الناس عدم طلعت أنه من يصره يتي أمطار غزيرة ما حد يطلع يعني أنا الناس كلها ما طلعت وما صار عندي أي حادث فواحد يتحاوط الأمانة والناس المواطنين ماتين بهذا الموضوع إذن أخونا الأخير بالاستطلاع هو يعني شقيق عراقي بحكي أنه الأمطار فوق طاقة الأمانة بس أنا بحب أحكي لك أنه الأمانة فيها 22 ألف موظف قد الموظفين الموجودين في بلدية باريس ولندن وواشنطن ومقديشو وفيها 22 ألف نص شو بتحكي لك بتحكي لك أنه في عدد كبير فارق من الموظفين بجوز هذا سبب المشكلة ترى ندريش إذا كان سبب المشكلة وزي ما حكيت لكو مخالفات السير 30 مليون بس لا متشوف رصيف تمشي عليه بتتمنى تشوف رصيف تمشي عليه أنا بحكي عن الأولويات كمان يعني هسا أنا بحكي لأمين عمان هسا أنا أولوية نصلح البنية التحتية ونكبر العبرات ونتجاوز قصة أنه يموت ناس لا سمح الله ولا نعمل بصري يعني في أولويات خلينا نفكر أيضا بطريقة الأولويات بذكر مرة ثانية شتوة النصف ساعة عمان غرقات المحافظات غرقات بس مش بس عمان مش بس عقل بلتاتي مش بس عمان هالي غرقات أيضا محافظات غرقات إربة تعرضت لدات الأزمة وأيضا كثير من المناطق تعرضت لدات الأزمة وشفنا صور وشفنا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان في كل مكان لو شفتوا درش شارع الحمان في الصلط عبارة عن يعني فيضانات مياه كانت تتدفق من هناك كل المناطق تعرضت لدات الأزمة حابين نسمع منكم شو بتعلق وهي أرقام هواتفنا موجودة أسفل الشاشة توصلوا معنا وخلينا مرة ثانية نحكي بعقلية باردة يعني نحاول نفكر بطريقة أو بأخرى معنا الآن المهندس عباس هميسات مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية مساء الخير مهندس عباس مساء الورد أخي الكريم مهندس عباس أحياك الله مهندس عباس أنا سعيد بسمع صوتك فيما يتعلق بما جرى يعني أزمة الغرق اللي صارت لكثير من المناطق في البلد وزارة البلديات دورها طريق يعني ما هي علاقتها بالبلديات هنا يعني وزارة البلديات تحديدا وكيف بسرتها أنتوا في وزارة البلديات نحن أستاذ الكريم أستاذ أمر بأول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن في وزارة الشؤون البلدية بتوجيهات من معالي وزير الشؤون البلدية معالي المهندس وليد المصري نعم قمنا بتشكيل غرفة عمليات في وزارة الشؤون البلدية على مدار 24 ساعة إن شاء الله يرأسها كبار موظفي الوزارة وموظفين سيكون هناك أرقام هواتف وفاكسات تستقبل جميع الشكاوي للبلديات سواء في جميع المحافظات حالا وقمنا بتعميم عاجل جدا لرؤساء البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدارات شؤون البلدية في جميع المحافظات في المملكة لاستقبال فصل الخير والتأكد من صلاحية جميع الآليات الموجودة لديهم وتنظيم كشفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها حتى طلبنا منهم اسم السائق وعنوانه نعم شو كانت التغذية الراجعة؟ شو وصلكم مهندس عباس؟ شو وصلكم عن أوضاع البلديات في الشتو الأخيرة؟ شو وصلكم؟ احنا والله أخي الكريم بوزارة الشؤون البلدية ما وصلنا أيدي شك ولا من المواطنين ولا من غيرهم أبدا خرط العمليات ما استقبلت أي شكوى إلا إحنا قمنا بالاتصال مع رؤساء البلديات لتوفير الاحتياطات اللازمة كاملة في بلدياتهم سواء اللي حكيتهم بالسلط أو بالزرقة أو بإربد حتى في عجلون في البلديات الصغيرة أو الكبيرة الفياء الأولى أو الفياء الثانية أو الفياء الثالثة يا بيا مهندس عباس يا ليتك عندي بالستوديو وتتفرج على المناظر اللي قدامي هسه في مناطق الأغوار يعني تسونامي حقيقي يعني يعني بتشوف إحنا أخي الكريم غرفة العمليات راح تتابع الآن الآن راح تتابع ويرأس غرفة العمليات طبعا مساعدين الأمين العام للشؤون الفنية والإدارية والبلديات لمتابعة الأوضاع اللي هاي حتى معالجتها بالسرعة الممكنة حتى استقبال أي ضرف طارئ قد يأتي إلى المملك إن شاء الله من أمطار الخير إن شاء الله مهندس عباس سؤالي شو علاقتكو أنتو بالرقابة على البلديات يعني الآن إذا فيه تقصير كيف تتعملوا منتخبين وما لكوش علاقة فيهم ثم علاقتك بالأمينة عمان ووضحنا العلاقة أحي الكريم أحنا أول إشي في عنا دائرة بالوزارة اسمها دائرة التفتيش هاي دائرة التفتيش فيه إلى ثلاث أقسام المتابعة والتقيين والتفتيش تقوم إذا إجتنا أي شكوى نقوم بإرسال فريق تفتيش عندنا إحنا ثمن ثرق كل فريق يتكون من 11 شخص من 11 مفتش في البلدية في المحافظات وعندنا ما يقارب 87 مفتش نعم أي شكوى نستقبلها فورا يطلع فريق التفتيش طب إذا إذا ما داش شكوى وشفتوا هالفيديوهات وعمان بتغرق شو بتتصرفوا بله مهندس عباس عمان قلت لك إحنا إن المناطق المتداخلة هناك تنسيق بين أمانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال بما يتعلق فيما يتعلق بالمناطق المتداخلة كنعور أم البساتين الجيزة حسبان وهناك تنسيق مستمر راح يكون بيننا وبين أمانة عمانة ووزارة الأشغال فيما يتعلق بأي ضرفة قد يأتي إلى المملكة إن شاء الله يعني أنا بتمنى عليك مهندس عباس إنك تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على أرض الواقع ونشوف وين التقصير وإحنا أبداً إحنا جاهزين لاستقفال أي شكوة نعم وأبواب مكاتبنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة حتى معاني الوزير نعم مكتبه مفتوح وعطفة الأمين وجميع المدرأ نعم وأي تقصير إحنا رايحين نعالجه إن شاء الله إن شاء الله أول شيء إن شاء الله ما يكون في تقصير وإن شاء الله نقول المملكة دائماً الخير عمها يا رب نعم طيب أشكرك المهندس عباس لهميسات مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية شكراً لك مهندس عباس حياك الله حياك نحن جاهزين على أي استثمار الله حياك بتقصر شكراً لك شكراً لك مهندس عباس إذن وزارة البلديات أيضاً يعني هناك القانون الجديد والتداخل في الصلاحيات باعتقاد أن المسألة يعني قصة الرقابة تبقى رقابة شعبية على المنتخب يعني بمعنى شخص انتخب أدى ما أداش قام بدوره يعني هذه المسألة مرة أخرى تعود لكم كجمهور رئيس بلدية ما أداش وأنا بذكر رؤساء بلدية كانوا قامات يعني استلموا بلديات وعملوا فيها العجب العجاب وكانت مديونة وحولوها من بلديات مديونة إلى بلديات يعني منتجة وتربح وتقدم الكثير الكثير وأصبحت يعني منها بلدية الزرقاء والشيخ ياسر العمري واحدة من الأمثلة التي كانت والتي لازمنا نتغنى فيها أحيانا هذا الخيار لك كمواطن بدك تراجع مئة مرة يعني مش لازم تروح دائما على الخيار الجهوي الجغرافي روح على الخيار اللي بيقدم لك خدمات يا أخي مشان الله خلينا نتعلم مرات من القرصة اللي بننقرصها لذلك إحنا لازم نراجع أنفسنا كمواطن حينما نختار رئيس البلدية فرحة للبشر يساعدها في كل مساء قطر المطر أتا بالخير وازدنت كل الأرجاء قد أهدل فرحة للبشر يساعدها في كل مساء قطرات الأمطار تجود تتهدى في كل وجود تسقي أنشارا والولود وتروي أرضا قحطا قطرات الأمطار تجود تتهدى في كل وجود تسقي أشتارا وورود وتروي أرضا قحطا ما أروع لحنا الأمطار أجمل من عزف الأوتار تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء ما أروع لحنا الأمطار أجمل من عزف الأوتار تتمايل معه الأزهار كل صباح كل مساء اشتركوا في القناة 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 صحيح اشتركوا في القناة 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 على المشاكل الموجودة في البلديات خلينا نشوف خدمات خلينا نشعر انه احنا بعمان اللي بنحبها خلينا نشعر انه احنا بالبلدية هذه اللي روحنا وانتخبنا رئيسها يا اخي لذلك هذه اسئلة مهمة معنا اتصال موفق السلام عليكم اتفضل اخوي موفق من العقبة اتفضل موفق يا هلا الله يعطيك العافي انا من الديسة الله يعين المسؤول هالساعة ليش الله يعينه الله يعينه اول شيء اول شيء المسؤولية 30% على المواطن ليش احكي لنا ليش ليش انا بحكي لك ليش لاني انا من سكان العقبة الديسة نعم بطلع العمان بشوف بعض المواطنين برموا النفايات داخل المناهب هاي من مية بالمية اثنين المسؤول شو بدي لحق على المواطن انا مش من حاج لعقل بالتاج ولا لهذا بس الحقيقة ان قال انا مدير اشغال العقبة اذا بالوسبوع شفته وانا ماشي مع الطريق نظف العبارات جرفات هذا تنظيف العبارات استعدوا للمرحلة هاي هذا اللي خلا ما صار عندنا فياضنات الاستعداد صح مصبوط هو ولكن كمان فيه كمان على المواطن يعني الاخ العراقي في تاريقه قال انا ما اطلعت يعني الورديني عندنا حق لاستطلاع دائما نطلع بدنا نشوف احنا انا بسوي عزم اذا بطلع اذا انا ما ظل اليوم فيه شي تم اظل بيتي او اظل بمركز عملي بدي احترم بدي احترم رأيك انه المواطن يعني اله دور في هذه المسألة بس شتت الساعة 12 30% 30% انت حر هذه بالاخير يعني تقديراتك لكن لكن المواطن الساعة 12 بعمان بكون بالشارع الحركة بتكون فيه عزها لما نحكي عن فترة الظاهرة باحترم رأيك اخ موفق وبحكي نعم المواطن احيانا بيقصر لما ينتخب رئيس بلدية على اسسط غير صحيحة بيقصر لما يهمل في قضية المنهة بيقصر لما معك أخو يا رمار معك والله يأتيك العافية الله يحييك شكرا لموفق شكرا على مدى شكرا 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 اذا خلينا نعود مرة اخرى صور حصرية لقناة يرموك للاغوار انا آلمتني آلمتني الاغوار وطريقة المياه التي كانت فيها يعني عمري ما تخيلت يكون عندنا هيك خلينا نشوف اللي كان بالاغوار كيف يستمعون اذا كانت فيها قدرت المحرست كيف يستمعون تقبل لا أماكن لأسفال لأسفال أبنى لأسفال أبنى هذا υقليل لم اضرق وعدا خالق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا حبيبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما في هالإشياء إلا بس عبارة عن حل مشاكل يعني دبرية ما فيش بس إنها بتاو مشاكل بزيادة أما يكون مثلا مسؤول أو إشي حتى أمين عام أو وزير أجزال أو إشي يزور هالمناطق يطلع بعينه ما فيش هالإشياء بس يعني عبارة عن جباية الضرائب ومثقفات الدنيا وإذا عراسة المواطن نعم يعني أنت أستاذ خضر ما بحلوش إشي يعني حتى هاي المرض والله أنت يا خضر جبت الصافي أمي أو إشي هالبشهد والله إنه بحزن طيب أنا أشكر خضر بركات من الرمتة خضر جاء بنا الصافي درهم وقايا خير من قنطار علاج تحدث عن وإحنا بحالة الهدوء والسكينة والبلديات بتشتغل تشوفش عندنا مشاكل وازمات ليش ما منفكر ليش ما منزور الشارع ومنعرف وين المناطق والمشاكل ترى في قصص نجاح وأنا حكيت عن الصلط وقصدت اليوم إنه في كثير من المناطق في الصلط كانت تتجمع فيها الأمطار ما شفنا هاش هيك في مناطق تجمعت في الأمطار في إشكلات إرضاء الناس غاية لا تدرك لكن في النهاية في حالة إسكباقية يعني أنا بفكر بالمشكلة قبل ما تقع بجبرها قبل ما تنكسر يعني هذه واحد من الأمور أيضا مواقع التواصل الاجتماعي ضجت ضجيجا بحالات من التهاكم والشعب الأردني أظهر في الأزمة نوع من الفكاه إذا فيه شيء جاهز في ما يتعلق بال خلينا نشوف فكاهة الشعب الأردني وتعليقاته طبعا من الضيم هذا بيجي فكاهة من الضيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعالم الاجتماع المعروف مساء الخير دكتور إبراهيم مساء النون حياك الله يا أخي دكتور إبراهيم يعني لما نروح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الشتوى الأخيرة يعني إبداعات الأردنيين حدث ولا حرج كيف تفسر هذه الظاهرة بالمقابل ما في مطالبات على أرض الواقع يعني حال التهكم بالانتخابات بروح بيختاره ربما الغير مناسب كيف تفسر مثل هذه الحال عادة في وقت الأزمات والكوارث يعبر الناس عن آرائهم وعن عجز المسؤولين في القيام بواجبه تجاه المجتمع بإطلاق الإشاعات قد تكون هذه الإشاعات على شكل نكات وهذا منتشر بشكل كبير في المجتمع الأردني لتوصيل الرسالة للمسؤولين بطريقة غير مباشرة بعض المرات يعبروا بالنكة على شكل كرتون في الصحيفة أو مقالة أو إشاعات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أصبح كل مواطن هو صحفي فهذه من الأشياء التي تشكل رأي العام الإشاعات على شكل نكتة كاريكاتير مقال ساخر صورة ساخرة تعبر عن عجز المسؤولين عن التصدي للأزمات للأصل أن يكون هناك استعدادات لما قبل الأزمة وأثناء الأزمة وبعدها نعم نحن للأسف حتى في الأحوال العادية وليس الطارئة أن هناك عندنا عجز استعدادات لما قبل الأزمة بالرغم أن المسؤولين يقولون أننا نحن على أفة الاستعداد وعندنا جاهزية عالية جدا وأثناء الأزمة لا يستطيعون يعالج الأزمة وما بعد الأزمة لا نتعلم من الدروس تتكرر الظواهر هذه كل سنة تعيشت من شتوات دكتور إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي كانت كثيرا يعني واضح جدا أنه فيها روح مريحة يعني نعم يعني شو بتفسرها بيقولوا عننا مش مريحين إحنا الأردنيين لا هي على شكل نقطة نقطة إما بتكون كلمة منطوقة أو كرة كثير أو صور نعم أو مقارنات بين دولة متخدمة جدا مع دولة متخلصة نعم وضحت دكتور إبراهيم أشكرك دكتور إبراهيم أبو عرقوب عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء شكرا لك دكتور إبراهيم شك إذن أيضا في هذه الأزمة كان لرجال الدفاع المدني دور كبير فيها نشكره ونقدره ونحترمه أنا دائما بقول أنه أي مشكلة عند أي مسؤول بتحملوا الدفاع المدني دائما أي مشكلة شتات فيه تقصير بتلاقي الدفاع المدني هم من يتحملوا عبئ ذلك فأتحية لهم جميعا يعني إدارة الدفاع المدني ضباط صف وأفراد وضباط لهم الشكر الكبير ومعنا الآن على الهاتف العميد فريد الشروع الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني مساء الخير فريد بيك فريد بيك لساتهم الجاهز فريد بيك جاهزونا إياه بعد إذنكو حتى نتكلم معه واليوم كان فيه مقالة لزميلتنا جمان أغنيمات حتى كان عنوانها رجعنا فريد بيك إذن معنا العميد فريد الشروع الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني فريد بيك مساء الخير الله يسعد مساك أخي عمر ويطيك العافية وزويك يعني أنا دائما بكل الأزمات سواء ثلج شتوى أزمة سير حادث سير وأقول الدفاع المدني لازم نشكرهم دائما لأنهم على أوبة الاستعداد فريد بيك الأزمة الأخيرة كم علشتم من المشاكل كيف أدارها الدفاع المدني سيدي كيف أدارها حقيقة هذا وضع طبيعي جهاز الدفاع المدني جهاز طواري الجهاز عسكري منظم يمتلك استراتيجي وخبرة تراكمية معدات كوادر الحمد لله لدينا ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الظروف وأكثر إن شاء الله الله بمطرنا بخير ونعمائه ويا سيدي كدفاع مدني جزء من منظومة الأمن الوطني الشامل لكن أخي عمر أنت تعلمه قبل قليل لكنت مع الأستاذنا الدكتور الإعلامي برضو أستاذ إبراهيم أشار للنقاط حيوية الحقيقة إذا لم يكن العمل تكاملي يعني مهما كان جهود الدفاع المدني حتى على مستوى الإعلام إذا لم يكن هناك تعاون وجسر ما بين المسؤول والمواطن يوصل رسالته ويؤشر على مواقع الخطر كما يشيك بمواقع التمييز والعطاء بتكون المعادلة ناقصة معادلة شقية في هناك مؤسسات رسمية وطنية معنية بالجاهزية وبالتالي أداء رسالة وطنية وبالأحرى أو أقل تعبير أداء واجبها اللي مطلوب لها وبالتالي الشق الآخر المتمثل في المواطن نفسه أن يتخذ سيدي سبل الوقاية المسبقة لكن أحيانا قد تكون الأمور تفوق قدراته الشخصية وحتى تفوق قدرات الأجهز المختصة لكن كدفاع مدني يعني الدفاع المدني التلقيص سيدي الدفاع عن المدنية عن الحضارة بمعنى كل ما ينتج عن التطور والتقدم من حوادث بالتالي وإشكالات نحن نتعامل معها على مستوى الإنشاء على مستوى الظروف الجوية على مستوى الصناعة بكل اتجاهات هذه الظروف الجوية سيدي هي ميداننا حقيقة والخبرة بحمد الله التراكمية سواء في الشق العمليات الميداني أو في الشق التوعوي الوقائي اللي من خلالك أخي عمر أكثر من مرة تواصلنا في أكثر الوسيلة الإعلامية وإرشادات وتحذيرات لكن أخوصي إذا لم يكن هناك يعني بني تحتيم وتكاملة يبقى المواطن يعني مهما اتخذ من الاستعدادات لن يستطيع أنه يحافظ أسلارته وارواحات يوم أمس حقيقة كان بالنسبة لنا يوم حافل بالتعامل الميداني تعاملنا مع مئة وعشرين حالة مداهمة للمياه خاصة في مناطق الغورية الشمالية البشارع أو في مناطق بني كنالة أو في منطقة عمال البلقاء هذه المناطق الأسويلح كانت حقيقة هي الميدان اللي اشتغلنا فيه ويعني المداهمات بمعنى للمنازل التي قد تكون تضررت فيها بعض الممتلكات للعسف يوم أمس فقدنا ثلاث أرواح عزيزة على قلوبنا الله يرحمه الرحمن الواسعة الله يرحمه أحدنا سيدي كان سيدة في منطقة المشارع منطقة الإقلعات وادي المشارع سحبة المياه ويعني هنا أشير أيضا سيدي إلى أنه يعني غزارة الأمطار ووجود بعض السكان فيه نوع من التعدي على جوانب الأودية بالسكل يعني وكما تعلم إخواننا في الأغوار يعني حياتهم بسيطة مبانيهم بسيطة فيعني مجرد أنه هكذا سيهل جرت بيوت في طريقه وأيضا لنا العتب على بعض إخواننا أصحاب المزارع في المناطق الغورية وأنا أقول ذلك وأنا متأكد أنه في منخفضات قادمة إذا كانت بهذا العمق أو أكثر ستتجدد نفس المشاكل لأنه بقايا المخلفات المزارع الترمة في الأودي والسيون لذلك هذا سيدي وضع طبيعي يعني الطبيعة لا تعالد وبالتالي البياء ستجرب هذه المواد ولما بتصل لفوهات العبارة بتستضم فيها وبالتالي بتغلقها وأكيد بتكون غير فاعلة بتفشل في مهمتها وتصبح المياه يعني خارج هذه العبارات وبالتالي بتأثر على المناطق الشكلية المحيطة أتمنى سيدي عن الإخواننا خاصة في المناطق الغور أن يتخذوا السوب الوقاي سريعا قبل أي منخفض آخر بإبعاد السكان عن جوانب بثلال الأودية اللي راح رحييتها سيدة جرفت المياه لمسافة ثلاثي كيلو تقريبا وتم انتشانها الله يرحمها الرحمة الله يرحمها وأيضا نفوق أعداد لا بأس فيها من الأغنام والماشية نعم في النهاية دكتور فريد نشكركم نشكر جهاز الدفاع المدني صراحة ونحبين توصل هذه الرسالة لهم على جهودهم خاصة في الأزمات الكثير يكون جالس على المكاتب وأنتم في الميدان أشكرك العميد الدكتور فريد الشروع الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني شكرا لك وإن شاء الله سنتواصل معك في قادم الحلقات بشكل مفصل للحديث عن هذا الجهاز الذي نعتز به معنا الآن أيضا عن الهاتب عطوفة المهندس حسين بنيهاني رئيس بلدية إربد الكبرى مساء الخير عطوفة المهندس مساء النور يا سيدي الله يهييك يعني أنا أعجبني تصريحك بلدية إربد بدها ستين مليون آه يعني تقريبا حتى أبدا ما يبطل فيه مي بالشوارع إن شاء الله يعني أين المشكلة يعني حينما يعني أين المشكلة المشكلة في في استعدادات وإدارة الأزمة أم المشكلة حقيقة في البنية التحتي وإمكانات البلديات مهندس حسين وأنت على رأس بلدية كبيرة وهامة في البلد تفضل يا سيدي الله يمسيك بالخير جميع الله يمسيك بالورب طبعا نحن نمسي للموضوع اللي زي ما تفضلت حضرت خلنبدأ من حي فأنت بذيت آها إنه يربض بحاجة إلى ستين مليون دينار طبعا اللي هو نقصده بالنسبة ل مشروع اللي هو تصريف مياه الأمطار نعم يعني كل مدر العالم اللي هي بتعتمد على بالشتاء أو بالظروف الجوية خنقول اللي هو تصريف مياه الأمطار إربض مش مخدومة معظم شوارحها أو مناطقها بأكثر من 40% من تصريف مياه الأمطار هاي واحد الكمية الأمطار اللي بتغطل خنقول على مدينة إربض يعني والحمد لله الموسم بيبشر بخير إن شاء الله إن شاء الله يعني هي كميات كانت أكبر من استعاب الخطوط اللي احنا مهيئينها لتصريف مياه الأمطار رغم أنه احنا في فرق الطوارئ بالبلدية من 15-10 جاهزين يعني معظم قريلاتنا أو كلها خنقول كل قريلات كانت جاهزة الأودية خنقول اللي في بعض المناطق والسيور اللي محمد بكون فيه سيور لعنا كانت جاهزة برضه النفق اليتيم اللي عندنا في مدينة أربد برضه كان جاهز باستقبال الأمطار يعني ما غيرك هذا مهندس حسين لا سيدي الحمد لله لا تنالش عليه ولا أي ملاحظة بالمنخفضين اللي أجد الحمد لله الحمد لله الوضع تمام لحد الآن طبعا مدينة أربد الملاحظات اللي أجدنا بالمنخفض السابق والمنخفض اللي أجد قبل يومين الحمد لله عبارة عن ملاحظات بسيطة جدا ووضوع سيارة التاكسي اللي صار عليها التركيز خنقول إعلامي كان يعني للأسف يعني سوء تقدير من الساعة نفس يعني كانت كوادر البلدية موجودة بالمنطقة هناك كان عبارة عن تجمع كميات مياه كبير من منخفضة بأربد يعني وبلغوا أنه بده ساعة الشارع حضرتها لقرلات السواء بكمية الأنطار واصطرفها فهو صرح أنه أنا وعي غواصة الحمد لله رب العالمين هاي الملاحظة الوحيدة اللي كان عليها وللبعد كل ملاحظات بسيطة جدا بعض المياه دامت بعض البيوت بجوز تقصير من صاحب البيت أنه مش عامل رصيف أو أو بيت منخفض عن مستوى الشارع شارعات بسيطة فيه واجهتنا مشكلة أنه بشارع كانت المي ما تصرفش لما نزلوا كوادرنا وجدوا للأسف أنه في صاحبة بيت مجاور هناك حاطة مخدات وسبنجة منهو النفس بالقريل يعني مسكريته لأنه كاين بعض الأمرار أنه يطلع روايح في هذه الشكلات كلها كانت عبارة بسيطة باقي الأمور كانت تمام والحمد لله مقارنة مع المدن الثاني يعني بسمعنا نعم إذا المهندس حسين أنا بدي أشكرك بس حاب أحكي لك أنه إحنا رح نستضيف أكون إن شاء الله بعد إنا بنا نأخذ منك موعد الآن الشباب بتاحت الهوى رح يتناقشوا معك ضروري منحكي عن كثير مشاكل إربت ونتواصل مع أهلنا في إربت شكرا حياك الله وإحنا منتشرف أشكرك المهندس حسين بنيهاني عطوفة رئيس بلدية إربت الكبرى وربما واحدة من المراحضات اللي هامة اللي قالها أنا بدي أعقب عليها إنه أمطار إربت وإحنا الأمطار عندنا بالشمال الحمد لله رب العالمين وثالث أفقر دولة في العالم مية ستين بالمية ما بتستعبهاش شبكة الصرف الصحي أسف تصريف المياه وإبدا تروح ستين بالمية بدلا ما نوديها على السدود ونشربها ونزق فيها المزروعات ونبطل إحنا أفقر دولة بتتبخر لذلك المشروع مش مجرد مشروع حتى ما تغرق سيارتي المشروع إني بحافظ على ميته في الأردن حبيت أنوه فيما قال اليوم لزميلتنا جمان غنيمات تحدثت فيها عن الأزمة وكانت مقالة جميلة لكن تحدثت عن رجال السير إنهم كانوا موجودين أنا شخصيا شهادت رجال السير وبشكرهم مرة أخرى إدارة السير متواجدين وكانوا يعملون في أماكن غير أماكنهم يعني كانوا يقوموا في عمليات إنقاذ أحيانا أو عمليات تصريف مياه إلى آخره فهذا الجهد أيضا يشكرون عليه إدارة السير المركزية إذن في نهاية حلقتنا لليوم ربما صلتنا الضوء على مسألة مهمة جدا ليست مجرد نصاعد شتوي إنها مشكلة البنية التحتية المترهلة في الأردن التي تحتاج قرار وطني حقيقي قرار وطني حقيقي وأنا بقول الدكتور عبدالله نسور بدل متروع الملكية وبدل متروع المشاريع والمؤسسات المستقلة اللي خسرتنا وودتنا يعني إلى أبعد مما نظن في المديونية خلينا نروع البنية التحتية خلينا نعيد تأهيلها خلينا نشوفها زي الثمانينات بالثمانينات لما كانت تيجي المطر وأشد من هيك ما كنا نشوف هذا الكلام ليش؟ لأن البنية التحتية كانت شابة وحقيقية لكن اليوم في مشكلة كبيرة بالبنية التحتية الناس التسعد بتجيبوا لاجئين وبتعملوش بني تحتية الناس المعدل النمو سوكاني بزيد وبتعملوش بني تحتية بتأخذوا ضرائب بتعملوش بني تحتية بتأخذوا مخالفات زي بتعملوش بني تحتية بصبتش بصبتش انت بتأخذ مني أعطيني أنا لما أدفع لأمانة عمان 466 مليون ميزانيتها وبالمقابل بتقدم ليش ما يعني هذا سؤال مفتوح سؤال خطير لذلك قصة البنية التحتية خلينا نعترف إنها مسألة لابد أن يعاد النظار فيها أختم أشكركم أعزائي المشاهدين على مداخلاتكم القيمة نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة